بسم الله الرحمن الرحيم الوحدة الرابعة المحاضرة الأولى أحكام الميم الساكنة ونبدأ بتعريفها أولا الميم الساكنة هي الميم التي لا حركة لها أو نقول تجوزا هي الميم التي حركتها السكون إذ أن السكون ليس بحركة فلذلك الأصح أن نقول هي التي لا حركة لها وقد ترسم في القرآن الكريم بدون أي حركة وقد يوضع فوقها دائرة مفتوحة علامة على السكون هذه الميم الساكنة لها مع حروف الهجاء ثلاثة أحكام أولا الإخفاء الشفوي وتعريف الإخفاء لغة الستر والكتب كما في قوله تعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديه أي تستر في صدرك ما الله مظهره وكاشفه إذن الإخفاء لغة الستر والكتم وسمي شفويا لأن حرفه وهو الميم يخرج من الشفتين هذا من جهة ومن جهة أخرى لنميزه عن الإخفاء الحقيقي الذي مر معنا في أحكام النون الساكنة والتنوين أما التعريف الإصطلاحي فهو نطق الميم الساكنة مغنة عند الباء ومعنى مغنة أي فيها شيء من الغنة وذلك عند مجيء الميم الساكنة وبعدها باء سواء كان في كلمتين كما هو الأصل أو ربما يأتي في كلمة وسنرى ذلك أيضا إذن نخلص من ذلك إلى أن حرف الإخفاء الشفوي هو الباء ومثاله كما في قوله تعالى وما لهم به فالميم الساكنة هنا وبعدها الباء إخفاء شفوي ومثل قوله تعالى أنبئهم بأسمائهم وهنا اجتمع عندنا في هاتين الكلمتين حكمان الحكم الأول الإقلاب عند النون الساكنة وبعدها الباء فقلبنا النون الساكنة إلى ميم ساكنة كما مر معنا والحكم الثاني وهو موضوعنا اليوم وهو الميم الساكنة التي بعدها باء فأعطيناها شيئا من الغنة وشاهدوا الإخفاء الشفوي من التحفة قوله فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوي للقراء كما يلاحظ أخيرا بأن القارئ يستحسن عند نطقه للإخفاء الشفوي فتح الشفتين قليلا بحيث يمر منهما قليل من النفس فتلفظ بهذا الشكل وما لهم به من علم ويجوز إطباقهما فتقرأ وما لهم به من علم والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر